السلام عليكم إسرائيل تعلن الانتهاء من تطوير نظام سكايشيلد الإلكتروني للطائرات المقاتلة لمهاجمة إيران إن لم تكن مشتركا في القناة فالشارك وإذا كنت من المشترك لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو أعلنت شركة رفائل للصناعة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية يوم الخميس أنها أجرت تجربة ناجحة هذا الأسبوع على جيل متطور جدا من الحرب الإلكترونية وقالت الشركة في بيان إنها استكملت تجاربها في سكايشيلد من الجيل الأكثر تطورا للأنظمة القتالية الإلكترونية للطائرات والتي نفذتها لصالح عميل أجنبي دون تحديده وبحسب رفائل قالت إن النظام في مرحلة متقدمة من التجارب الثحليق على مقاتلات حربية من الجيل 4.5 حيث سيتوفر قريبا لنفس الزبون قدرات غير مسبوقة وتظهر في الصورة المرفوقة مع البيان محاكة لمقاتلة من طراز F-15A والتي تحمل تحت بطنها النظام الإلكتروني الإسرائيلي ويعتقد خبراء إسرائيليون أن الحديث يدور هنا عن أن الجيش الأمريكي هو الزبون الأجنبي أو دولة أسيوية تستخدم نصف طراز من الطائرات الحربية وسكاي شيلد هو نظام إلكتروني محمول جوا يعمل على خداع رضارات العدو بما يشمل الأنظمة التي توجه أسلحة ويقوم بتشويس صورة الميدان القتالي للعدو وهذا كما أكدت إسرائيل سوف يساعدها على تنفيذ غارات في العمق الإيراني إذا فشلت المفاوضات وتجاوز كل الدفاعات الجوية الإيرانية في الأخير إذا كنتم من المهتم بعد النواية من الأخبار لا تنسوا للشراك لتتوصلوا بالجديد وشكرا